نبات استعمله الإنسان منذ القدم في الطب التقليدي السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناتنا الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم وأتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة وسلامة وعافية بادر أخي العزيز وأختي العزيزة بالضغط على أجبني واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل فضل منكم وليس أمرا ولا تنسوا تحريك الجرس ليصلكم كل جديد نبات من الفصيلة الشفوية واسمه العالمي سالفيا فير بيناكا ويسمى باللغة العربية قسعين رعي الحمام وباللاتينية سالفيا يأتي من فعل الذي يعني يشفي أو ينقذ باللاتينية هذه الخاصية معروفة لدى العوام من الناس استعمله الإنسان منذ القدم في الطب التقليدي ما زال يستعمل مع أعشاب أخرى في تلميح السمن البلدي حيث يغلق في الماء ويترك حتى يبرد ثم يوضع في السمن الذي يملح كي يخزن لسنوات طوال تحت الطراب في الجراء الترابية التي كانت تستعمل قديما لهذا الغرض النبتة تحتوي على كما تحتوي على مواد مضادة للأكسيداق ومن أهم المركبات المهمة الزيت الطيار الذي يحتوي على زيوت طيار مهمة وذات فائدة عظيمة وأحمد في نولية ومواد عصفية والمادة الفعالة تعود إلى مركبات الزيت الطيارة وهذه النبتة كانت تزرع خصوصا إذا كانت الأرض رملية وأكثر جيرية فستكون هذه الطربة المثالية تتكيف مع الأرض الجافة أو الطربة العادية أو الطربة الغنية أو العميقة لكن كن حذرا ودائما ما تكون قابلة للاختراق يجب أن لا تكون الطربة حمدية ولا طينية عندما تذهب إلى النبات قم بإطراء طربتك بالمواد العضوية والسماد الغني بالفوسفور والبوتاسيوم لاستخدام الأسميدة النتروجينية فهذا سيجعل النباتك أكثر من اللازم من أوراق الشجر على حساب الزهاري يجب أن توضع دائما في وضع الشمس قد يكون الموقع عاصفا وقت الزراعة يعتمد ذلك على المنطقة التي تريد زراعتها فيها وحالة حديقتك والطربة الخاصة بك وإمكانية الريء المنتظم أم لك بشكل عام في جميع المناطق يمكنك الزراعة في الخريف أو الربيع أو الصيف بشرط أن تقوم بتكييف الريء حسب الفترة إذا كانت نبتتك في مكان لا تحبه فيمكنك دائما تحريكه يجب أن يتم ذلك في أوائل الربيع يمكنك استخدام مجرفة أو مدرات اقتلاء النبات مع الحرس على الحفاظ على كتلة من الأرض حول الجذور حوالي 30 سنتيمتر في جميع الاتجاهات ستعيد زراعته على الفور في الموقع المطلوب باتباع نفس خطوات الزراعة بمجرد أن تتجدر حكيمات الأعشاف في الأرض فإنها لا تحتاج إلى سقي خاص فهي تتكيف جيدا مع الجفاف ولا يجب سقيها أبدا وسوف تكتفي بمياه الأمطار قم بإزالة سيقان الظهور إذا بقيت تخلص من النبات من الأوراق التالفة بالنسبة لأنواع المتساقطات الأوراق يطوي كل شيء للأسفل حتى مستوى الأرض ستظهر براعيم جديدة من الأرض في الربيع تريد وضع المرمية على شرفتك أو شرفاتك إنها طريقة أصية وغير عادية لجعل هذه الأماكن أكثر بهجمي خلال الاستمتاع بالظهور خذ قدر حجمه أكبر بثلاثة مرات من حجمه على الأقل سيؤدي الحجم المنخفض جدا إلى الحد بسرعة كبيرة من نمو جدر النبات كما كان القدر الأكبر كان من الأسهل الحفاظ عليه تحذير خالد مع الطربة تأسيس جيدة وقليل من الطمي تحذير 10% كحد أقصى يمكنك إطراء مزيج طربة اختيارا باستخدام كرة الأسمدق بطيئة الإطلاق النباتات لا تعيش فقط على الحب والماء الذي نوفره لها مثل كل الكائنات يجب أن تتغذى بطريقة متوازنة في الشهرين الأولين سيحتاج النبات فقط إلى سقي معتدل يجب أن تحافظ دائما على الطربة طازجة ولكن بدون فائد إذا لم تكن متأكدا من كمية الماء التي يجب إضافتها فالمياه أقل من الكثير وهو يظهر في الصيف والخريف نبات قسع الرئي الحمام مع مقاومة جميع الآفات والأمراض تقريبا إنه خيار مثال لبستانيين ذو الإبهام البني يمكن أن يصل طول قسع الرئي الحمام إلى نسف متر يمكنه تحمل درجات حرارة منخفضة تصل إلى عشرين درجات تحت الصفر قسع الرئي الحمام مضطربة من خلال تصفح الغزلان بعض أنواع قسع الرئي الحمام عردة للتقلبات يمكن أن يكون هذا علامة على وجود الكثير من الماء أو الأسميدة أو ربما عدم وجود أشعة الشمس الكافية مهما كان السبب فإن التقليب في رئي الحمام عادة ما تكون علامة على أن الوقت قد حانق لتقليمه أو تقسيمه وهو من النباتات الأنيقة والجدابق لها أظهار أرجوانية نائمة ذات مظهر أخاد لذا فهو جادب للنحل وللحيوانات البرية أيضا له نكهة والرائحة عطرية خاصة يعد من الأعشاب الشائعة في المراعي والغابات المفتوحة والحضائق والممرات فهي تتمتع بقدرة معقولة على تحمل الرياح وهو نبات معمر ويزهر في الرابع والصيف والخريف ويرتفع النبات حوالي 60 سنتيمتر قطر التاج حوالي 45 سنتيمتر قطر الزهراء حوالي 1.5 مليمتر لون الزهراء أرجواني لون الورقة أخضر ورمادي لون جدع أخضر أرجواني معظم أنواع سارفيا منخافضة الصيانة وقوية ومقاومة للجفاف إنها اختيار مثالي للحضائق التي تتطلب القليل من العناية هو نبات من السهل العناية به مع مقاومة جميع الآفات والأمرات تقريبا إنه خيار مثالي للحديقة مع الإبهام البني وهو يحب الشمس تماما أو شمس جزئي قدرة تحمله للبرد 29 درجة تحت السفر وللتنبيه داع الطربة تجيف بين الريء والريء اسقي المياه جيدا حتى تصبح الطربة مشبعة وتم تصريف المياه الزائدة بالكامل من فتحة التصريف التسميد في الشهر خلال فترات النمو والإزهار تقليم الأوراق والأزهار الدابلة ويحصد في الصيف وفي الخريف وينتشره عن طريق بدري البودور يحتاج إلى تصريف ممتاز في الأواني ومن الآفة والأمراض التي تصيبه تعفون الجدر التعفون الرمادي بعقاة الأوراق القواقع التربس وغيرها من الأمراض الأخرى والسلام عليكم في لقاء آخر إن شاء الله موسيقى